السلام عليكم اليوم نعرفكم بهذا المصنع الجميل جدا في ولاية البويرة في منطقة الصناعية تعواد البردي وهذا المصنع اللي افتتح عندهش بزاف يعني حوالي اربعة وخمسة شهر متخصص في انتاج المركبات الدراجة الدراجات النارية اللي في يعني عدة انماط انواع منها وخاصة المهم هو متخصص لذاوي الاحتياجات الخاصة وكذلك في انواع كثيرة من الدراجات يتم تصنيعها وتركيبها في هذا المصنع الجديد بدون اطارا خلكم تابعوا هذا الفيديو في الموضوع والسلام عليكم سواعد وكفاءة جزائرية معظمهم خرجي من الجامعات يفوق عددهم مئتين عامل استطاعوا ان يرفعوا التحدي بانشاء هذا المصنع بالمنطقة الصناعية الجديدة واذ البردي بولاية البويرة الوحدة من ضمن اكبر الوحدات الخاصة في انتاج الدراجات النارية على المستوى الوطني عندنا ديزان جينيور فيهم سواف الديبلوبمون سواف الكميرسيال سواف المونتاز سواف البردي الالكترونيك سواف المنتينانس جاء شبان من جميع الولايات الجزائرية بعد ما تحصلت على الليسانس في الالكترو تقنيك جيت لهنا يحطي السيفي في المؤسسة هذه والحمد لله تصلوا بنا بعد ما دلونا انتروتيا والأخرى تصلوا بنا هنا والحمد لله دخلنا لهنا عندي ذو كمودة ثلاثة أشهر وأنا هنا وكان المؤطيرين كانوا يكونون هنا يكونون في مدة قصيرة جدا هي من ضمن الوحدات الصناعية التي استفادت من العقار الصناعي في طار التسهيلات التي منحتها الدولة لأزيد من أربعين مستطبرا على مستوى ولاية البويرة طاقة الانتاج اللي هنا في ولاية البويرة ثلاثين وحدة صنع وانتاج لزوج الصنع بلكن صنعوا الهيكل وكما نقولوا البوكس تاحها وخاصة عندنا صناعة صن بورصون لكادر انتال تريسيكل وحنا كشركة وطنية نعاون هذه المؤسسات والشركات وحتى المؤسسات اللي حابين يعاونوا في صورتو بور البرسونة موبيلتية نخدموا مع الكناص ديجا باش نطوروا علاقات معهم باش كان ديزاسوسياشون ثاني يخدموا ديرا اذا وإحتياجات الخاصة المصنع الذي دخل حيز الخدمة منذ أربعة أشهر يطمحه أيضا ولوج السوق الخارجية هي من ضمن الاستثمارات الصناعية الواعدة بالبويرة ستسهم في ترقية الصناعات الميكانيكية والرفع من نسبة صادرات الجزائر